بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذه حلقة جديدة معكم من حلقات علم الموارث والحساب نعم علم الوارث لأن فيه دقة ومسائل فلعل البعض يقول أخذ وقت طويل نقول لأننا نريد أن نحوي علم الموارث بقدر الإمكان الجانب النظري انتهينا منه وهو أساس والجانب العملي أمثلت كثيرة فيما السبق بدأنا وشرعنا بحل مسائل وشرح مسائل المركبة وهي تحوي أربع مسائل المفقود كيف انحل مسائله والمقصود في المفقود ذاك الرجل أو الإنسان الذي خرجه ولا يعرف بعد ذلك أهو حي أو ميت ثم مات له قريب وهو أحد الورثة إن كان ميتا ليس من أحد الورثة وإن كان حيا فهو أحد الورثة ثم انتقلنا إلى الحمل والحمل احتمالاته ست احتمالات ميت ذكر ذكرين أنثيين أنثى أنثى وذكر ثم انتقلنا بعد ذلك الخنثى ذكر الإنسان الذي لا يعرف جنسه أو لم يتبين جنسه ذكر أم أنثى وتعرفنا على المسائل التي تتعلق في هذه الحالة اليوم ندخل في المسألة الرابعة من المسائل الأربع المسائل المركبة قال عنها العلماء هي الهدمة والغرقة كما هو واضح عندكم في الشرائح ما المقصود بالهدمة والغرقة الهدمة والغرقة يا إخوة أن الموت الجماعي الموت الجماعي وأسبابه كثيرة أما سقوط طائرة انقلاب سيارة غرق باخرة زلزال احتراق مبنى مرض أو وباء يجتاح المنطقة أكثر من سبب ويكون من ضمن الموتى أقرباء يتوارث بعضهم بعضا فكيف نعمل في مثل هذه الحالات إذا وجدنا ناس قد ماتوا موتا جماعيا بأسباب متعددة ذكرت بعضا منها فهل يرث كل منهم الآخر أم لا يرث العلماء نظروا وفصلوا وبينوا بأقسامها تعالوا معي ننظر كيف نظر العلماء علماء الميراث مثل هذه الأحوال الهدمة أي من هدم عليه البنيان أو الغرقة غرقة والزلازل وغير ذلك قال العلماء أحوال الهلكة في هذه المساء لا تخلو عن خمسة أحوال خمس احتمالات ما تخرج من هذه الخمسة ما هي هذه الاحتمالات الخمسة ننظر إلى هذه الاحتمالات يقول قال العلماء أولا أن نعلم أن أحدهم مات قبل الآخر أي ممكن أن نعرف من الذي مات قبل لأن في الميراث من تذكرون أسباب شروط الميراث من الشروط معرفة زمن الوفاة فالميت أولا أو الميت آخرا يرث الميت أولا بمعنى نذكركم بهذه الشرط معرفة حياة الوارث حال موت المورث تذكرونها هذه في الشروط في أول الدروس في أول المحاضرات عندما نريد أن نعرف ما هي شروط الميراث قلنا أركانها ثلاث وارث ومورث وإرث تلك شروطها ثلاث شروط الشرط الأول تحقق موت المورث تحقق موت المورث أي أن هذا الإنسان صاحب التركة مات حقيقة إما بمشاهدة وإما بحكم الشرط الثاني تحقق تحقق حياة الوارث حال موت المورث تحقق حياته إما بحقيقة أو حكما الشرط الثالث سبب الميراث هنا هذا الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حال موت المورث هي الحالة الأولى أن نعلم أن أحدهم أمامهم موت مجموعة مجموعة ناس قد ماتوا ولكن العلم عندهم أن فلان مات قبل لنفترض ابن والابن وأباه مات الأب قبل الابن فالابن يرث الأب وإن مات بعده ولو بلحظات تبين لنا واستقر عندنا أن هذا مات قبل هذا فالميت متأخرا يرث الميت متقدما ميت الثاني يرث الميت الأول هذه أول حالة قلنا العلماء نظروا في هذه الحالات وقسموها قالوا القسم الأول أو الحالة الأولى أن نعلم أن أحدهم مات قبل الآخر ماذا قالوا فهنا يرث المتأخر من المتقدم بلا خلاف قال العلماء فهنا يرث المتقدم يرث المتأخر من المتقدم أعيد 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 نقطة هذه بس لأن هذا لقد قلت عليك من زمان لقد قلت عليك تأول يقول العلماء الحركة لا أعيد إن شاء الله أعيد الحركة قالوا فهنا يرث المتأخر من المتقدم بلا خلاف بلا خلاف وهذا بيّنت لكم قبل قليل طيب الحالة الثانية أن يُعلم أنهم ماتوا جميعاً في آن واحد ما يستطيع أي إنسان أن يقول هذا مات قبل هذا فالعلم لديهم أنهم ماتوا كلهم في آن واحد وهذا قال العلماء فهنا لا توارث بينهم بالإجماع ما يتوارث بالإجماع ما توارث بينهم كيف يعملونه في المسائل نتبين الآن نريد أن نقعد القاعدة ثم بعد ذلك نشرح ونبين طيب الحالة الثالثة أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر يعني عرف أو عرفوا أن فلان مات قبل فلان من غير تعيين للمتقدم عن المتأخر يعني علموا بأن هذا القسم ما تقبل هذا القسم ثم اختلط أو ما عينوا ما عينوا من هو الميت ستأتي أمثلة موضحة لمثل هذه الحالة أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر أن يُعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر من غير تعيين للمتقدم عن المتأخر يعني يعني علموا أن هناك مجموعة من الناس قد ماتوا وعندهم يقين بأن هناك ميت متقدم وميت متأخر لكن ما استطاعوا أن يُعينوا أن هذا الذي مات قبل وهذا ما تأخر موت كثيرون واختلطوا لعل يعني هذه أمثلة أو هذه احتمالات تكون أمام العلماء حتى يغلقوا الباب عن أي احتمال يرد إليهم بعد ذلك ولا يجد طريق للحل فيفترضون وقد يبعد هذا الافتراب أو يقرب ولكن هكذا علماؤنا رحمة الله عليهم ما تركوا شيئا الحالة الرابعة أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكنه جهل بعينه أو نسي وهذا يحدث من الربكة هم علموا في البداية علموا أن هذا مات قبل هذا ولكن مع الربكة وطول والحدث الشديد كما نرى في أزماننا هذه من اعتداء الصهاينة على إخواننا في غزة وكذلك ما يفعل لإخواننا في سوريا و بلاد كثيرة يكون هناك اعتداء و ضرب و إسقاط القنابل و الصواريخ في مثل هذه الأجواء في البداية قد يعلمون و لكن مع الحدث و تكرار الموت نسوا ما استطعوا أن يعيبينوا نعم نعلم هناك ناس كانت حية ثم ماتت و ناس ميتة قبلها لكن لا يستطيع أن يميزون الآن لأن نسوا راحة الذاكرة عندهم الحالة الخامسة أن يجهل واقع موتهم أماتوا جميعا في آن واحد أم تأخر بعضهم عن بعض الخامسة هذه ليست كالثانية الثانية يعلمون أنهم ماتوا جميعا في آن واحد أما الخامسة متقدم يقول ما نستطيع أن نؤكد هل ماتوا جميعا أم لم متقدم إذن أمامنا خمس حالات كيف واجه العلماء واجعلوا لهذه المسائل حلولا تنضبط معهم في مثل هذه الحالات تعالوا في الشريحة التي بعدها ونرى يقول الخلاف في الحالات الثلاث الأخيرة فقط على قولين إذن أمامنا خمس حالات الحالة الأولى بدون خلاف الحالة الثانية إجماع أشد يعني إجماع أي الحالة الأولى أنك تعلم أن فلانا مات قبل فلان الحالة الثانية أنك كما بيّن هنا أنهم ماتوا جميعا ففي الحالة الأولى بلا خلاف المتأخر موتا يارث المتقدم موتا طبعي يقول يارث مات يقول نعم دخل المال ونصيب في ملكه وأن لم يقبضه فلما مات ورثته سيستفيدون من هذا المال الذي دخله في ملكه وأن لم يتم توزيعه الحالة الثانية ما يدخل شيء علمنا كلهم موتة واحدة إذن لن يرث بعضهم بعضا الخلاف أين الخلاف في الحالات الثلاث الأخيرة وهي نذكركم بها أن يعلم تأخر موت أحدهم عن الآخر من غير تعيين للمتقدم والمتأخر يسمعون أصوات سكتت بعض الأصوات واستمرت بعض الأصوات وأناس ودخان وظل وظلام وروائح وحرارة ولكن يعلمون أن هذه الجهة ماتوا أو بعدهم لم يموت لكن ما يستطعون أن يعينون ما يستطعون أن يعينون هذا حالة الثالثة هذا خلاف عند العلماء في الحل خلافهم في حل تلك المسائل الثاني الرابعة أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن جهل بعينه أو نسي في البداية علموا أن فلان مات قبل فلان وفلان قبل قبل فلان وفلان قبل فلان كثيرون ولكن مع الأحداث الشديدة نسوا من قبل من اختلفوا إذن هذه الحالة الثانية أي من الحالات الثلاثة الأخيرة هذه الثانية هي الرابعة في التسلسل الأخيرة أن يجهل واقع موتهم أباتوا جميعا أم لم يموتوا جميعا هذه الحالات الثلاثة يقول عند العلماء الخلاف في الحالات الثلاثة الأخيرة فقط على قولين ننظر إلى قولي العلماء يقول الأول يقول العلماء أصحاب هذا الري أن لا توارث بينهم في هذه الحالات الثلاث لا يرث كل منهم الآخر نعد مسألة لكل شخص منهم على حدة بغياب الآخر لو ماته أب وترك ابن معه مات معه لا يعرف قبله بعد ما يعرف وترك ابنت وترك مثلا أم هذا الابن لا يرث الأب وكذلك الابن ترك أبا وترك جدة وترك أختا هذا الاب ما يرث ما يرث حذبات هذا أول وما يقول وما لكل واحد منهم لورثته الأحياء مسائلهم لن يكون فيها هذا الميت طيب يقول وهو قول الجمهور جمهور العلماء جمهور الصحابة والتابعين وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو تخريج في مذهب أحمد إذن جمهور الفقهاء ومذهب أحمد طيب القول الثاني قال الفريق الآخر أنهم يرثون من بعضهم بشرط أن لا يختلف الورثة شرطهم أن لا يأتي الورثة الأحياء فيختلفون فيدعي كل منهم تأخر موت مورثه يعني إذا جاء الورثة الآن يقول نورث بعضهم بعضا بطريقة لكن اشترطوا شرطا أن لا يأتي الورثة الأحياء ويقول لا 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 فلان قبل فلان وقال آخر فلان قبل فلان إذا جاءوا فإن اتفق الورثة فهنا يرث كل منهما من الآخر بمعنى إن لم يتفقوا رجعوا إلى قول الفريق الأول لا توارث بينهم رفعا للنزاع وللخلاف فكأنا يقول إن لم يكن خلاف ممكن أن نعطي نورث كل منهما الآخر في كل مسألة سنجد اسم الذي مات في الموجود مع ورثته قال هذا الميراث من 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 تلاد المال التلاد المال الذي لم يدخل له إرث الإنسان الميت معه يعني من ماله القديم من ماله القديم الذي كان يملكه قبل موته قبل موته ماذا يملك هذا الذي سيورث سيدخل الميت معه في الميراث بينما بينما سيرث هذا الميت من الميت الآخر فلا يعطاه يقول دون طريفه الطريف هو ماله الجديد الذي ورثه ممن مات معه في الهلاك إذن لدينا مسميين نصطرحين تلاد وطريف التلاد المال القديم الذي ملكه قبل دخول المال الجديد والطريف هو المال الجديد الذي ورث من ورثه هذا هو شرطهم هذا هو طريق الفريق الآخر الفريق الآخر قال نعم يرث كل منهم الآخر ولكن أولا ألا يكون لك خلاف يدعيه الوارث يقول فلان قبل فلان هذا الشقاق ونزاع الشرط الثاني بأن عند التوزيع لا نوزع كل ماله ولكن نوزع المال الذي ملكه قبل الموت وهذا مروي عن جماعة من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وهو ظاهر مذهب الحنابلة ظاهر مذهب الحنابلة هذه الرأي إذن الحنابلة لهم رأيان رأي مخرج على أصولهم ورأي هو الذي اشتهر عندهم وهو الرأي الثاني هذا إذن عرفنا الهدمة والغرقة انتهت الحلقة المسائل تأتي إن شاء الله في حلقة القادمة لكي نعرف كيف حل حلة المسائل نلتق بكم إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا